مشكلة رياض محرز عملت 3 اهداف الاولانين يعني رياض محرز هو اللي خلص الماش عمل 3 اهداف الاولين الهدف الاولاني هو اللي اتحرك في القلب وانقص ديبريين ديبريين كان مزنوق وعمل هالو رياض محرز سجلها فتح فتح السيرك الهدف بتاع رياض محرز زيه يبقى اول هدف اشترك في رياض محرز تاني هدف رافعه رافعه كويسة جدا في الحتة الفاضية نزلت من دماغه مدافع وسلفة سجلها الهدف الثالث لفيدل يجري بالمدافعين ورح موسع لنفسه واتطرف وعملها بالعرض على الارض فيديوين سجل الهدف الثالث انا من رأي ان رياض محرز نجمل المباراة الاول لان خلص المطش خدت ثلاثة بنت كده وحطوهم في جيب جوارديولا لان الثلاث اهداف الاولانية صناعة رياض محرز ومتهاء لي الدنيا الصعبة اه وانا بتفرج على رياض محرز النهاردة والله العظيم حسيت احساس يعني حسيت احساس فني بعيد شوية عن مشاهدة اي متفرج انا حسيت ده قلت ايه انا كل سنة بتفرج على رياض محرز زايما في المطشات النهائية في شام وزليك بيلعبوا ضد بارسان جرمان بيلعبوا ضد فرق تقيلة نتعود اشوف رياض محرز في اللقاءات الكبيرة هو ومحمد صلاح فقلت النفسي معقولة مش هشوف رياض محرز في كاس العالم يعني انا معقولة مش هشوف رياض محرز في كاس العالم قلت نفسي كده ده دور مين ده دور رياض محرز رياض محرز هو بقى اللي يدعم لعبته وزميله والفترة دي يبقى فيه اتصالات وهو مع السيتي يبقى فيه اتصالات بزميله في المنتخب الجزائري علشان رياض محرز عنده تلاتين سنة تلاتين سنة لو ما لعبتش في كاس العالم بتاع قطر يا رياض وانت عندك تلاتين سنة تقالي صعب انك تلعب وانت عندك اربعة و تلاتين سنة فانا اتمنى اتمنى يبقى رياض محرز اشوفه زي ما شفته النهاردة في مطش مستنيه مطش حاسس ان هو هيبقى حلو طبعا وكل ما السيتي هيوصل لدور التمانية هيلعب فرقة كويسة فالواحدة هيبقى مبسوط قوي فدي دي كانت وجهة نازلي وانا بتفرج النهاردة عن رياض محرز قلت يا ريت اشوفه على طول في اللقاءات الكبيرة منها لقاءات كاس العالم بس ده دور رياض محرز رياض محرزاز يقاليه دور مع زميله واتصالات يومية وحافظ على نفسك يا جماعة حاول تنام بدري يحافظ على صحتك عشان جاي لنا مطشين في اربعة ايام هيلعبوا الجزائر مطشين في اربعة ايام مع الكامرون فدور رياض محرز ان رياض محرز لو ما راحش قطر في كاس العالم وان شاء الله الجزائر هيروح صعب رياض يروح وهو اربعة و تلاتين سنة في كاس العالم تان اشتركوا في القناة